موسيقى هو آية قرآنية من شخص قالت عنه كل المراجع الإسلامية إنه جاهل بكل شيء جاهل بالكتب المقدسة جاهل بكتب الأساطير جاهل بالشعر جاهل بأي لغة يتكلمها أهل الكتاب وغيرهم أكثر من كده هم بيصورون لنا محمد وكأنه أصم مش بيسمع حكاية أهل الكتاب فهل ده اللي حناخد منه عقيدتنا عقيدة عمرها آلاف السنين احكموا أنت تعالوا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة قيامة المسيح والصعود للسماء تسقط نظرية شبها لهم على طول حنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع وكل السنة وانتوا طيبين وتعيشوا كل سنة في حماية الرب القدير آمين بيلفت انتباهي دايما يعني مفارقات تناقضات في العقيدة الإسلامية وفي معتقدات الأحباء المسلمين هو إلهه بيتوصف بأنه خير الماكرين ويصدقوا مع أنه في تعاملاتنا البشرية لو في حد ماكر مش ممكن يصدقوا صحيح بس هما بيصدقوا خير الماكرين مش بس مجرد مكار هل دا مع الفطرة مع العقل مع المنطق مع ايه مش عارفة أنا لا يوجد إله وصف أنا أتكلم على كل آلهة البشر طبعا الوسنية وغير الوسنية إنه ماكر غير الإسلام هذا دا في حد ذات يوريك يعني الوسني يحترم الصنم اللي هو بعبده لا يمكن يقول عليه ماكر لا يمكن بأي وصف مهما حاولوا يعني تفسير كلمة ماكر بأي شكل من أشكال لا يوجد وسني ناهيك عن أهل الكتاب طبعا هذا موضوع تاني طبعا وسني يحكم على إلهه أو يصف إلهه بأنه ماكر غير الإسلام الذي وصفه ليس مجرد ماكر وإنما خير الماكرين نعم تناقضات طبعا بلا شكل نعم ويسمع كلام ويصدقه يعني في المقابل صدقوا الشيطان برضو الشيطان اللي داهم يعني أنكر عقيدة الخلود في آية برضو احنا بنتكلم على آية شبها لهم وفي آية هل أدلكم على شجرة الخلد صحيح هي مجرد آية وكلمة شيطانية وتصدقت الشيء الغريب الملفت للنظر أنا لا أدري هل المسلم الشيخ العالم اللي بيسموه عالم يعني هو ما خد باله من الجزئية دي أنه شجرة الخلد لم يتكلم عنها إله القرآن نعم لكن من تكلم عنها وعن وجودها هو الشيطان نعم صحيح فشيء غريب يعني شخص يسمع وبيحط أي كلام في أي حتة يعني نعم طيب خلينا في يعني الجزء الأخير إحنا طبعا ده في الرد ورينا حتتناول الحلقة كيف؟ هل حتدينا جزء سابق؟ يعني ببساطة إحنا أخا يعني اتكلمنا عن السبع كلمات بتاعة المسيح على الصليب نعم هذه الكلمات لا يمكن أن يقولها شخص غير المسيح ما ينفعش يكون شخص مشبه صحيح يعطي الحياة الأبدية والفردوس للص نعم اليوم تكون معي في الفردوس هذا لا يمكن ثم أتينا في الحلقة اللي بعد كده وتكلمنا عن النبوات نهاردة احنا نتكلم عن القيامة والصعود للسماء نعم يعني وكأن القرآن طبعا إحنا ما زلنا نناقش المحترم جدا المستشار أحمد ماهر نعم فيما طرحه وهنسمعه بعد شوية إنه وكأن المسيحيون يؤمنون بشخص صليب وما عارفين إيه الحصل لا إحنا مش كده إحنا عندنا تفاصيل التفاصيل نعم يعني عندنا بعد ما تصلب التلاميذ شايفين والمريمات أنه مات ودفن نعم وبعد كده قام من الأموات وظهر لهم نعم وبعد كده قعد أربعين يوم معاهم بيظهر لهم في أوقات مختلفة نعم ثم صعد إلى السماء قدام عيونهم شايفينه وبعد أنت يأتي ملكين ويقولان للتلاميذ اللي أنتوا شايفينه صعد ييجي بنفس الطريقة نعم وبعد كده كان وعد التلاميذ بحلوله الروح القدس نعم فيحل الروح القدس على التلاميذ بعد عشرة أيام فقط من صعود المسيح نعم يطلعوا يكلموا العالم ويعملوا معجزات لقوة الروح القدس نعم طيب هو لو المصلوب ده مشبه ليهم من اللي شافوه بعد القيامة؟ من اللي صعد قدامهم للسماء؟ من الذي أرسل لهم الروح القدس حسب وعد المسيح؟ صحيح كيف انتشرت المسيحية في سلاس قرون؟ هي متهضة في كل العالم القديم في ذلك الوقت فنظرية القرآن ركيكة الموضوع في الكتاب مش آية أنه المسيح تصلب نعم في الكتاب المقدس زخم من الآيات نعم وتطبيقها على الواقع وبعد ذلك عندك المصلوب تكلم على الصليب نعم وكيف تلاميذه أمه ما يعرفوه؟ يعني النظرية بصراحة بائسة سازجة لا يصدقها ولا تنطلي إلا على الأحباء المسلمين مع احترام للكلين نعم نعم طيب فإحنا النهاردة هتناول جزء سريع عما قبل الصلب وبعد الصلب بعد كده ندخل مباشرة للموضوع بتاعه خلينا نبدأ أبدأ إذن خلينا نشوف فيديو رقم واحد للمستشار أحمد ماهر ونشوف النظرية كيف بيحاول يقول إحنا إزاي صدقنا الصلب ونرجع نناقشه من خلال هذا الزخم المنسجم المتلاحم في كلمة الله نشوف ونرجع يعني أنا عارف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لمعارف هم بقى بيقولوا إنه صلب أنا بقى بقولك إنه عندهم حق جان هاريسي ودومتين بسبعين طين أنت كفرت بتقول إنه هم عندهم حق أنا ملا كفرت ولا حاك أنا ما كفرتش بس بص يفهم افهم افهم ربنا بيقول إيه سيدنا موسى نروح حتى بعيد سيدنا وهنرجع تاني سيدنا موسى لما قال للصحراء بل ألقوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن كنا نحن أول من ألقوا قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وَاخوه يلا إليه من سحرهم من سحر الصحراء صحراء دول بنا يدمين فوأخوه يلا إليه من سحرهم أنها تسعى أنها تعمين فعلا ماشيا حصل إيه بقى لسيدنا موسى سيدنا موسى دخل لبالك ده نابش ضيد قوي 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 ومن قول العزم يا من الهصل وكلمه الله مش أي نابغ عني فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف 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 هو ايه وهو من قول العز ورسول وكلم الله ايوه خاف قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقما في يمينك تلقف ما صنعه انما صنعه كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث هاته ده مين ده سيدنا موسى نرجع بقى منوضوعنا بتاع الصليب هم شافوا جماعة المسيحيين القدامة شافوا سيدنا عيسى وهو بيحمل الصليب وبعدين ربطوا في الصليب ورفعوا على الصليب قدام عينيهم ومش واحد ولا اتنين منش انتوا بتقولوا شاهدات قتلك ده جمع رهيب وبكاء ونحيب موقف وهيب ايه سيدنا السلام ورفع على الصليب ربنا بقى بيقول ايه قول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن ايه زي ما شبه لمين لعيسى يقولوا تصلب ولا ما يقولوش معزورين بتشبيه مين بقى الله لهم مش تشبيه الصحرة شوية عيال بيرموا حبال ومعصيهم بقى الله الله سبحانه العلي الاعلى شبه لهم انه صلب اذا هو صلب اذا هو صلب في عقول المسيحيين المخدوعين من الى القرآن نعم طبعا النظرية اثبتنا سقوط مرتين في حلقات سابقة مش هكرر لانه يعني الخدعة هو خدعنا الاله يعني فهل الاله الذي يخدع البشر يمكن ان يكون اله فانا هنطلق بسرعة كده في ما عندنا من كلام للمسيح عن حتمية صلبه وقيامته فاذا انت عندك محنة في الصلب كيف ستقف امام القيامة العنوان الاول المسيح له كل المجد كما تكلم عن علانية تكلم علانية عن حتمية موته هكذا عن حتمية قيامته مرقص تسعة ومتى سبعتاشر تجل المسيح في مجده لما تجل على الجبل مع التلاميذ وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا احدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات لحد ما يقوم من الاموات يعني هم نازلين من الجبل التجلي في حواره مع اليهود في يحنة 2-13 اجاب يسوع وقال لهم لليهود انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه فقال اليهود في ست واربعين سنة بني هذا الهيكل افأنت في ثلاثة ايام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده لحظ هنا القوة المسيح ليس فقط يتكلم عن قيامة لدى بحدد ان القيامة في اليوم الثالث نعم صحيح يعني انا عندي تفاصيل انا مش عندي مجرد كلام مبهم مش تكلم عن موت وانتهى تكلم عن تعذيب وصلب وجلد وبسقع الوجه وصلب حتى الموت ودفن وقيامة في اليوم الثالث ما ممكن كل ذا انا اسيبه يعني او اي حد حيناقش لازم يكون منطقي هل يسأل سؤال هنا هل المسيح احنا هناخد من النحيتين هل المسيح كان بيعرف ان هو يعني حيشبه للمسيحيين او لغيرهم بي بشخصه يعني في حد حيتصل بمكانه ولم يحذر مثلا اتباعه ولا هو مكانش يعرف وبالتالي محذرش اتباعه ومحدش يعرف اي حاجة في الموضوع السؤال ده رائع جدا انا انا يعني افوجئت به بصراحة لانه اذا كان هو هيكون في تشبيه دلوقتي انت حطتين في موقف واحد من اتنين اما المسيح له كل المجد وحاشى له تبارك اسمه لم يقول الحق لان هو بالعكس هو قال عكس كلامك انا هتصلب مش قال واحد تاني صحيح صحيح وحمود وحقوم يا اما هو يعني لم يقول الحق اذا وفي الحالة دي هو مخدع خدع اتباعه نعم صحيح ده مش الاله بتا ماتوا من اجله صحيح ماتوا من اجل قضية هما هو خدعهم فيها دول طلعوا بشروا كلهم اتدباحوا من اجل ما رؤوه ومن اجل ما عينوه في صعوده ومن اجل الروح القدسة والذي حل فيهم وعطاهم هذه القوة صحيح المسيحية مش معلومات المسيحية علاقة شخصية مع المسيح بروح المسيح وبالتالي لا يفهمها من هو غير مسيحي صحيح لا يستطيعا يعيش هذا الاختبار نعم فهو فاكر شوية معلومات حقارها لا المسيحية مش كده وانت حطيت السؤال صدقيني في وقته لان انا دلوقته هتكلم عن المسيح فيه حتمية صلبه كلامه مع التلاميذ طيب ما احنا كده بيبقى فيه مقارنة بين المسيحين ما هم كل واحد مسيح مختلف يعني طبعا مسيح القرآن لا علاقة له بالكتاب المقدسة فانت انا عندي هنا مسيح الحق اللي هو بيتكلم وبيعلن وانا هموت وهتصلب وحقوم وبعدين طبعا انت لسه هتواصل لحد حلول الروح القدس طيب وانا عندي هنا مسيح واضح انه هم بيعرفش حاجة يعني فجأة الموضوع حصل ورفع ومحدش يعرف عنه اي حاجة والعجيب انه في الانجيل زخم يعني المسيح مش هتكلم مرة ولا مرتين صحيح اكتر من اكتر انا انا حاولت اكتر من ستين مرة بيتكلم عن حتمية صلبه نعم يعني مش ممكن تجي انت تقول شبها لهم صعب مش هينفع صحيح خلينا وسأعطي امثلة متى 17 وانا حاطت هنا 17 بلون مختلف وتحتها خط لسبب قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه نعم وبعدين وفي اليوم الثالث يقوم تحديد نعم يعني فيه قتل حقيقي هنا بعدها بشوية في عشرين على طول احنا بنقرأ في متى الان نعم ها نحن صاعدون الى ارشاليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدونه ويصلبونه وبعد كده خلاص انتهت القصة وفي اليوم الثالث يقوم نعم مرقص برضو تمانية وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغى ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل طيب وبعد كده وبعد ثلاثة ايام يقوم مرقص تمانية بعدها تسعة على طول احنا بنقرأ برضو في مرقص كان يعلم تلاميذه ويقول لهم ان ابن الانسان يسلم الى ايد الناس فيقتلونه وبعد ان يقتل يقوم في اليوم الثالث نعم يعني عندينا في تمانية مرقص تمانية عندينا في تسعة نعم وايضا نفاجأ بانه تكلم عن حتمية هذه الامور موت وقيامة في عشرة شوفي تمانية تسعة عشر تكرار زخم نعم ويؤكد ان هو العالم بكل شيء مش فجأة زي ما انت ذكرت نعم اهي قدامكم فاخذ الاثنى عشر تلاميذ ايضا وابتدى يقول لهم شو في التفاصيل بقى ابتدى يقول لهم ايه هو العالم بكل شيء عما سيحدث له نعم تعالى يقول لكم هيحصل لي ايه ها نحن صاعدون الى ارشاليم حدد المكان مش واحد ما عارف رايح فين ويجاي من فين حدد المدينة طيب وابن الانسان في ارشاليم يسلم لمين مش لأي ناس لرؤساء الكهنة والكتبة وبعدين هيحصل ايه هيطبطبوا عليه يحكمون عليه بالموت بعد كده يسلمونه الى الامم سلموا لبلاطس الحاكم الروماني نعم فيهزؤون به يجلدونه يدفلون عليه يقتلونه والقصة لا تنتهي نعم وفي اليوم الثالث يقوم نعم لوقا 18 واخذ الـ 12 وقال لهما نحن صاعدون الى ارشاليم وسيتم هنا بقى توضيح اخر نعم كل ما هو مكتوب بالانبياء في نبوات مش كلام لعب اي حد يجي يقول انا نبي يكتب سطرين عن ابن الانسان لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويجتم ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه ها وفي اليوم الثالث يقوم يعني الصلب ليس مفاجأة نعم للمسيح ده هو اللي قال انا اتيت لجل هذه الساعة وفي بستانجو السيماني بيقولهم الان ساعتكم السلطان الظلمة وهذا غير ما سبق واخبره هو به على لسان الانبياء صحيح في العهد القديم صحيح يعني مثلا على سبيل المثال هو شع 6 هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا فيجبرنا يحيينا مش كذا ساب بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه لانه القيامة في المفهوم اللاهوتي هي ليست قيامة فقط للمسيح ولكن لكل صحيح أتباع المسيح نعم قاموا في قيامة المسيح خذنا هذا العربون خذنا هذا الضمان هذا التأكيد نعم طب دي نبؤات والقضية اللاهوتية الأساسية عشان على كلمتك ما هيش مفاجأة المسيح له كل المجد مات ليقوم يعني هو الأساس ليه مجتاز الموت لأنه لكي ما يكسر الموت لابد أن يجتازه ليقوم نعم وأنا قلت لهذا المثل من قبل مثلا واحد يقول فلان ذهب إلى الغابة وقتل أسدا نعم وفلان ذهب إلى الغابة ليقتل الأسد نعم في فرق صحيح واحد في الغابة وهو ماشي بالصدفة لقى أسد قتله لكن في واحد رايح لأسد بذاته ليقتلوا في الغابة وقتله نعم المسيح اجتاز الموت ليكسر الموت ما كانش مفاجأة ما أخذش باله هعمل إيه أنا هيقبضوا اليهود عليها هيسلموني لبلاطوس لا المسيح مات ليقوم اجتاز الموت ليكسر الموت بسلطانه وبالتالي كما نتكلم عن حتمية الموت نتكلم عن حتمية القيامة فشبه هلهم تسقط نعم طيب وصلنا لهنا كلام المسيح عايزين نشوف الكلام ده تحقق يعني هل المسيح فعلا في الإنجيل المقدس عندينا التأكيد أنه صلب ومات وقام وشافوه زي ما شافوه بالصلب وزي ما شافوه بالدفن شافوه برضو هو قائم من الموت شافوه قدام عيونهم هو صاعد للسوا نعم نعم إذا كان فيه ده يبقى المنطق لا يتماشى مع القرآن بأي حال من الأحوال العقل السليم البحث الأكاديمي المتواضع لا يمكن أن يتفق مع نظرية القرآن فهنا هنشوف تسليم المسيح وتشتت الرعية حتى دي على نبوة بالمناسبة متى 26 حين ايذن قال لهم يسوع كلكم تشكون فيها في هذه الليلة لأنه مكتوب أنبياء نبوات مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية ده المسيح بيقولهم النهاردة اليوم هتشكوا فيي هتهرب وحتسبوني ليه أصل ده مكتوب في النبوات في تلك الساعة قال يسوع للجمع كأنه على لسة خرجتهم بسيوف وعصي ليتأخذوني وأما هذا كله يكرر فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حين يزن تركه التلاميس كلهم وهربوا هل ده في النبوات موجودة؟ نعم موجود هذه سفر زكريا استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغر يعني المسيح قالها نعم اضرب الراعي تتشتت جابه من فين المسيح ليؤكد قالهم زمان أنا قلتها على لسان زكريا نعم بعد كده مسكوا حصل ايه؟ صلب المسيح مش أي صلب حتى النبوة متكلم عن صلبه بين أشرار الصلب بين الصين نعم ايش عياء هذه النبوة من أجل أنه سكب للموت نفسه هو اللي سكب نفسه للموت مش رغم عنه نعم وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المزنبين آدف مرقص وكانت الساعة الثالثة فصلبوه وصلبوا معه للصين واحد عن يمينه وآخر عن يساره فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمه نعم يعني التلاميذ المسيح هم بيدونوا الوحي المقدس وبيدونوا الصلب ومعه للصين قال وفهم وعرف ودول يهود مش مستني حد يجي يكلمني دلوقتي نعم إنه ده عشان الكتاب أصلا كان قال كده تنبأ بإنه ده لازم يحصل نعم يبقى هل الشبيه حيحمل خطيانا اللي مزجرينا دلوقتي في شعياء صحيح سيحمل الخطايا الكثيرين يشفع في المزنبين ليه كل الأمور وكل النبوات تستقيم إلا لو كان المسيح لأنه ده الحق لو أي حد تاني الأمور مش هتلش مع بعض صحيح صحيح علشان كده دايما بقول إيه إنه الكتاب ده متلاحم نعم لو دخلت في حاجة أو شلت منه حاجة هيكون في خلل صحيح صحيح يعني دلوقتي إحنا عايزين نقتنع إنه الإله خدع وجاء عيسى نضمن له فخدع وجوه حواري عيسى فإنضمونهم وخدعوا وكتبوا لنا كل الحاجات ده عشان إحنا كمان ننخدع ده إيه المنطق في ذلك؟ يعني خلينا أقول عن الحواريين أنت قلت هذا الإله خدع وعيسى خدع والتلاميذ إن خدعوا وخدعوا يعني هما إن خدعوا وبعد شوية ما نقصد خدعوا يعني خدعوا لأن هما ما كانوا يعرفوا حسب النظرية الإسلامية هما شايفين عيسى فأخذوا من ما رأوا فتخيل يكون شاهد بالعيان مخدوع أنت بتجي في كل القضايا تقول شهود عيان طب أنت خدعت كل شهود العيان بتيجي تحاسب المسيحين ده مش منطق إطلاقا لا يمكن يكون ده منطق نعم إذن إحنا بنشوف هنا الصلب مع إنه في شريعة اليهود في رجم ما فيش صلب الصلب عند اليهود التعليق على خشبة بعد القتل يعني واحد يقتلوه يعلقوه على خشبة وده موجود في العهد القديم نعم وده بيورينا خطأ القرآن يعني هما بيعلقوه على التشيير به وردع من يفكر في أنه يعني يقترف هذه الجريمة نعم لكن الصلب ده مارسه الرومان ومن قبلهم شعوب أخرى انتشر في عند الفرس وغيره هنا خطأ القرآن إنه قال وما قتلوه وما صلبوه ده مش الرومان هو نفس الطريقة في جزيرة العرب التعليق للتشهير بعد القتل نعم لكن الرومان مش كده هو كاتب القرآن كتب بثقافته لأنه الثقافة المفروض الصحيحة ليكتب بيها ما حصل ما صلبوه وما قتلوه نعم الصلب أولا نعم والعجيب أنه أنا سمعت دلوقتي مستشار أحمد ماهر بتكلم بيقول ربطوه على الصليب ربطوه بإيه بالحبال يعني ده لو أنت بتشوف أفلام معمولة في الغرب مش دقيقة المسيح بالمسامير علقة ما لم يكن معه أي مجاملة زيه زي أي مصلوب يعني ما يعني للصين بالمسامير والمسيح لا الكل بالمسامير وكتابنا المقدس يؤكد ذلك في النبوءات وما حصل تطبيقها فاهماني أنا فاهمك بس أنا يعني أنا عايزة أكتشف القدعة عايزة يعني إيه أحط لها كده كل الصورة بتاعتها يعني يعني أنت عشان بتقول أنت موجود الصلب بالمسامير في الواقع وكمان في النبوات صحيح طب مين اللي حط النبوات هناك على رأيك برضو الإله يعني خدع من ساعة يعني هو إذن بخطط بالشر من زمان يعني تشكرك أنا ما لاحظت الحتة دي بصراحة يعني ربط رائع جدا إذن الخدعة قديمة إذن الخدعة من الأول هو بيحط نبوات خادعة لها يتصلب ولا هيتجلد ولا على ظهري حرث الحراس نعم يعني دي نبوات نعم معناه من زمان على رأيك حتة حلوة بصراحة عجبتني من زمان بيخطط للخدعة نعم مش شيء جديد خلينا نكمل التعليق يا سيادة المستشار بالمسامير وليس بالحبال وهذه نبوات وردت في أكثر من مكان زكريا فيقول له ما هذه الجروح في يدك يدك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي أهله ناشه وفي مزمور 22 ثقبوا يديا ورجليا وده مزمور الصلب نعم نروح لشهود العيان يوحن لما جاء توما اللي كان مش موجود معا في ظهور المسيح الأول بعد القيامة نعم أما الأحد توما أحد الاثنى عشر لزيو قال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن فكان شك توما من أروع الأشياء اللي حصلت ليثبت للعالم كله أن المسيح حقيقة صلب خلاص ده واحد من الاثناشر اللي هيطلع يكلم الناس نعم قال أنا مش هؤمن لازم أحط صباعي في المسامير وإيدي في حربة مكان الحربة نعم حتى أؤمن فالمسيح ظهر خصيصا ظهور خاص مع التلاميذ كان توما موجود وقال له تعالى حط إيدك وحط صباعك سجد وقال له ربي وإلهي كل هذه النبوآت أيضا لا يمكن أن تستقيم إلا مع المسيح نفسه خاصة إننا نحن لسه ما وصلنا لما سيدمر نظرية شبها لهم طيب ما هو مثلا واحد زي توما شبها له برضو أنه المسيح فيه مسامير وفيه حربة وحط الصباع وفعلا وبرضو ده تشبيه شبها لتومة يعني رائع جدا ده الكلام اللي هو بر المنطق بر العقل يعني أنت من حقك تقول أنا لا أؤمن بالكتاب المقدس من حقك لا لا أؤمن بالصلب برضو هذا حق كامل لكن ما تجي في الكتاب المقدس وتنسج قصة أخرى وعايزة تكون هي معنا مهلهلة جدا جدا وفيه الإله المخادع والماكر زي ما أنت ذكرت حتة حلوة من زمان بيخطط للموضوع ده نعم وعايزة تفرضها على واقع مترابط متماسك كان فيه نبوات وتحققت بكاملة نعم ذكرت هنا وذكرت هنا وهنا لها شهود عيان صحيح على أي أساس أنت تتيجي بعد ستمائة سنة وتجلب معك إلها ماكرا مخادعا نعم وهذا ننصدق نعم صحيح طيب على الصليب أيضا هناك أشياء احنا تكلمنا حلقة كاملة عن الكلمات السبب صحيح هنا هناخد تقسيم ثياب المسيح والاقتراع على أحدها في يحنى 19 ثم إن العسكر اللي كانوا حارسين لازم العسكر بيحرسوا مع قائد المئة المسؤول لازم يموت وإلا يقتلهم هذا قانون معروف لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما لكن القميص اللي هو قميص خاص كان يرتديه المسيح ده لو عايزين يقسموه على أربع حيبوز فيعملوا إيه يلقوا قراء عليه طيب وأخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب أدي يحنى اللي بيكتب في القرن الأول الميلادي بيكتبه بيقولك ده موجود في النبوءات معقول تيجي تقول لي شبها لهم ما ينفعش إنك تيجي تقول لي شبها لهم ليتم الكتاب إيه بسكد عزيزي حضرة المستشار إيه الكتاب اقتسموا ثيابي بينهم بس لا وعلى لباسي ألقوا قرعة هذا فعله العسكر إيه ضوء ده في النبوءات نرجع هذه مزموري 22 يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون يعني القسمة موجودة والاقتراع على القسمة موجود لا يمكن تسقط نظرية شبها لهم أنا لسه ما وصلتش للقيامة جنب المسيح المطعون أيضا هناك نبوءات على هذا الأمر يحنى 19 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء زكريا 12 هذه النبوءات وأفيدوا على بيت داود وعلى سكان أرشاليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي ودي حتى بتضرب شهود يهوى في مقتل صحيح فينظرون إلي والمتكلم في الأصحاح يهوى الله نعم فبيقول ينظرون إلي إلي مين الذي طعنوه يعني يهوى بيقول أنا طعنوني نعم متى حينما كان في الجسد نعم وينوحون عليه كنأح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره دا برضو موجود على الصليب نعم كل دا ويأتي شخص يقول شبها لهم نعم طيب وعلى الصليب كمان في إيه في أمر رائع جدا عظام المسيح لا تكسر هذا المسلوب مميز يكسر عظام أي شخص مسلوب نعم عشان يستعجل وموته لأن العظام الساق تحت حينما تكسر هو تحت الصليب فيه خشبة كده بيدوس عليها فبيكون مصلوب لما يدوس عليها بيأخذ نفس بيرتاح وبعدين بينزل تاني لما يكسر الساق ما هيقدر يأخذ نفسه مش هيقدر يدوس على رجده فبيموت اختناقا وبيعجله سرعة موته نعم هنا في يوحنى 19 ثم إذ كان استعداد شوف التفاصيل يعني مش مش واحد بيقول معلومة بس لا بيقول المعلومة بالتفاصيل الحاصلة في الحياة اليومية نعم كان ايه في الأيام دي استعداد للفصح فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت كمان سبت في سبتين سبت تقسي وسبت طبيعي السبت الطبيعي يوم السبت البيجي كل اسبوع طيب لكن السبت التقسي هو السبت اللي بيكون عيد يسمى سبت سبت يعني راحة ممنوع يشتغل فيه كان هذا السبت عظيما لأنه صدف الاثنين داخلين على السبت طبيعي وهذا السبت الطبيعي كان عيدا سأل اليهود بلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه أما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات لأن هذا ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه رائع جدا يعني أنا عندي نبوة حتى عن أبسط الأدق صحيح صحيح وكمان عزيزي عشان تشوف أكتر فصح خروف الفصح اللي هو رمز للمسيح المصلوب أساسا وشرطا في خروف الفصح لما يتدبح آدي الخروج وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا تكون لكم شاء صحيحة ذكرا ابن سنة ثم يزبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العاشية نفس الوقت اللي صلت في المسيح وعظما لا تكسروا منه ما تكسروش عظم منه خالص ويأتي المسيح يطبق فيه الأمر وحينما يكتب تلاميذ المسيحي يقولوا هذا حصل عشان أصلا فيه نبوة مكتوبة عن هذا الأمر حتى خروف الفصح أنه برضو ما تكسروش عظم منه وتكلوا في وقت معين وتجهزوا في وقت ما كل ده برضو داخل ضمن الخدعة ضمن الخدعة شبها لهم ده يوريكي أنه كاتب القرآن جاهل تماما بالكتب المقدسة السابقة لو يعرف ما تجرأ لهذه الجزئية وهذه الجزئية كما ذكرنا في الحلقات السابقة هي بدعة من الغنوسيين واحد اسمه باسليدس هو يعني طور أكتر وقال لك المسيح جسد أثيري ويعتقدون أنهم صلبوا لكن هذا الجسد الأثيري لا يصلب يشبه لهم هو معلق فعلا لكنهم لا يستطيع أن يقتله يأتي محمد يأخذ هذه ويعتقد أنها لا دواحد شالوا شبهوا حطوا شبهوا نأتي إلى الدفن دفن المسيح في قبر رجل غني يعني حتى النبوءة كان ممكن هو مات المسيح وسيدفن لا حدد وسيدفن فيه منذ القديم عارفين الكلام ده طيب تعالوا نشوف الكلام ده في متة أنا حقرأ البشائر الأربع في الحتة دي بسرعة لكي تعرف الناس اللي عايشين وشايفين هم كتبوا إيه بالزبط متة ولما كان المساء جاء رجل غني من الرام اسمه يوسف بالاسم فهذا تقدم إلى بلاطس وطلب جسد يسوع فأمر بلاطس حينئذ أن يعطي الجسد فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد قبر يوسف كان عامل لنفسه قبر نحته في صخرة وصيته أنه تفنوني بعدين في القبر هذا الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى الناس شايفين هم اللي مسكوا المسيح وبكل إكرام دفنوا طيب نأتي إلى لوق وإذا رجل اسمه يوسف كان مشيرا ورجلا صالحا برا تقدم إلى بلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحود حيث لم يكن أحد وضع قبر قبر جديد منحود في صخرة نأتي إلى يوحن ثم إن يوسف الذي من الرامة سأل بلاطس أن يأخذ جسد يسوع فأزن بلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع وجاء أيضا نيقو ديموس معه فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عاد أن يكفنوا وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان شوفي التفاصيل صحيح وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا طيب كل هذه التفاصيل طيب نشوف ماركوس آخر واحد في البشيرين الأربع ولما كان المسائس كان الاستعداد أي ما قبل السبت جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف فتجاسر وطلب ودخل إلى بلاطس كله بيركز على يوسف لأنه هو اللي دخل وطلب جسد يسوع فتعجب بلاطس أنه مات كذا سريعا عمل إيه فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات لازم عشان يدي تقرير يتأكد من قائد المئة المسؤول عن الإعدام نعم ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوطا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر هل يستحق شبيه المسيح الخاطئ أن يكرم هذا الإكرام في دفنه طيب ماذا عن النبوءة هل في نبوءة عن هذا الكلام اسمع العجب بقى عشان تعرف أنه كلمة الله كالصخر كلمة سابتة وأيضا كمطر قد تحطم الصخر بص معي كذا لو رحنا إلى في نفس اللي احنا فيه ده نروح إلى الشعياء شعياء 53 وَجُعِلَ مَعَ الْأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ دي مهمة كمان محطوطة هنا مش اعتباطا على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش وجُعِلَ معَ الْأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ عادة المصلوب عشان ينكل به أكثر دائما تخطيط الصالبين بيأخذوا المصلوب بصليبه زي ما هو كده وبيرموه في وادي اسم وادي ابن هنوم خارج المدينة هو عميق خارج مدينة أورشاليم يسيبوه للكواسر والوحوش شوية وما بقي يحرق مع نفايات المدينة اللي كانت بتحرق ده اللي كان مخطط لي لكن الله أبطل كل ذه ليحقق قصده فكان معه غنيا عند قبره الأشرار مخططين أنه يعملوا فيه زي كل الناس لكن اللي حصل أنه يوسف الرامي ظهر وغير المشهد تماما عشان كده الوحي بيقول لم يعمل خطيئة لم يوجد في فمه غش إزاي هذا الجسد ينالوا فساد والفساد هنا أقصد بأنه يتحلل ويتعفن هذا الجسد فإذن هنا عندينا هنيجي لنبوات بعد كده في نفس هذا الإطار فإذن ده التفسير الكتابي وضع مع الأشرار قبره جعل مع الأشرار قبره لكن لا هتيا وده حتة مهمة مفروض الأحباء يركزوا فيها كل البشر أشرار وبالتالي وضع في قبر من قبور الأشرار ونحن ده لسه هو اللي فدانا من شرنا نعم فالبشر كلهم أشرار شارك البشر الذين فداهم لتوه ودفن خطياهم معه في قبره لنشاركه مجد القيامة وعشان كده المقولة المشهورة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لهم بعد كل هذا لو احنا تغاضينا عن النبوة دي اللي أكدت شخصية يوسف الرامي الغني اللي هيتحط في قبره طيب مين اللي جان من الموت مين اللي شافوا التلاميذ مين اللي جعد معهم أربعين يوم طيب لو تغاضينا عن القيامة من الذي رأاه بعد أربعين يوم ومعاهم التلاميذ وهم شايفينه صاعد للسماء فإذا كل ده مش ممكن يستقيم بأي حال من الأحوال لو عندك أي تعليق قبل أن أدخل إلى القيامة أنا عندي بس حتة الهمة القديانية أحمد دادات وهو بيتكلم عن أنه النسيح رفعوا فعلا على الصليب بس هو يعني أغم عليه ونزلوا صحيح بس ضبط كده أنا رديت على الكتاب ده ابن عمد رب هو أنه شبها لهم اعتقدوا أنه مات بس نزلوه هو مغمى عليه بس الصليب يعني هو المسلوب يعني المسلوب هو المسيح بس نزلوه حي طبعا هو بيضرب نظريات السنة والشيعة أحمد دادات لكن المسلمين صفقوا طبعا لأنه طالما أنت بتضرب في المسيحية اضرب حتى لو كسرت القرآن صحيح وهذه نظرة الأحمدية ليه أنا بقول للأحباء المسلمين أنتم مخدوعين في أحمد داد لأنه مش ممكن يقول أنا سني ولما يجي يعرض لقضية يسيب كتب السنة ويعرض من كتب الأحمدية وانت لو واحد سني تأتي من مراجع السنة لكن لما تيجي وتروح تفتح كتاب ميرزا غلام أحمد وتأخذ النظرية زي ما هي وتحطها في كتابك مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء يبقى أنت تابع لميرزا غلام أحمد كذب على السنة زي ما أنت عايز هما بيبلعوا أي طعم بس لأنك بتضرف في المسيحية وإحنا عارفين وقدمنا هنا وأظهرنا كذب الرجل وإزاي بيحط نقاط في كتابه ويشيل الآيات من مكانها فإنتوا فبركتوا المناظرات طلعوا المناظرات الأساسية بدون منتاج وهذا ما نجح فيه القصة أنيس شرج لما احتفظ بنسخة وحطها على الند شفنا إزاي بيهرب أحمد ديداد كالفقر المزعور من أمام أنيس شرج طيب هما معلش هي حتة يعني بعيدة فبركت الفيديوهات أو فبركت أي موضوع أنت بتفبرك الحاجة معناها أنت عارف أن الإسلام ده خربان صحيح بايز ما عندك حجة فما عندك حجة فبتضطر أنك أنت تلفق وتزور وإلى آخر صحيح أنا عندي كان أشرف لأحمد ديداد وأدباع وأمثاله يجي يقول إحنا ما عندنا هذا في عقيدتنا عقيدتنا شبها لهم خلص لكن ما تدخل في الإنجيل عشان تحرف صحيح الإنجيل هيكشفك نا نا وحيفضحك وحيقول لك أنت كذاب مرائي نا وده اللي عمناه إحنا هنا في برنامج الدليل وفي كتاب أيضا شهود الصليب اللي ردينا فيه على أحمد ديداد خلصنا دلوقتي النبوءات عن الصلب وعن الدفن نأتي الآن إلى القيامة طيب خلص واتكلم عن إنه سيقوم اتكلم عن القيامة صحيح صحيح هل التلمش شفوه شبه لهم تسقط في كل مرة بنتكلم فيها نعم طيب نروح إلى هذا العنوان بشارة الملائكة للمريمات بقيامة المسيح المريمات رايحين القبر يضع الحنوط على جسد المسيح إيه اللي حصل فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة ملائكة ظهروا في شكل الرجال بثياب براقة وإسكننا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبنا الحي أحلى كلمة بين الأموات ليس هوها هنا لكنه قام ذكرنا كيف كلمكنا وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم إزاي الروعة دي الملائكين بيقولوا للمريمات أنتوا تذكروا أنه كلمكم أنه هو حيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم وها هو اليوم الثالث بيتدوروا على الحي ليه بين الأموات طيب هنا ندخل معلش أنا بحب أروح للخدعة بصراحة عجباني يعني عشان يكمل الخدعة بتاعته الإله ده رح باعت ملكين مخصوص ينزلوا من السماء ويجوا ويخدعوا يكملوا يعني خداع الناس اللي آمنوا بالمسيح ويقولوا لهم إيه إيه اللي أنتوا بتعملوا ده قام خلاص ده حي يعني رائع جدا يعني هل الخدعة يعني إلى كل ده والناس دي مخدوعة طيب بجوار الخدعة كيف للشبيه أن يقوم يعني ده بالنظر الإسلامي أنت بتعمليه نعم بتقدميها طيب وانا بسأل كيف يمكن للشبيه أن يكون فيه ملايكة وبيقولوا قام لأن هم دخلوا المريمات دخلوا ما فيش الجسد مش موجود بالضبط طيب راح فين الشبيه اللي كان موجود هنا اللي الدفن بعد إكرامه والحنوط والحاجات الغالية اللي عملوها فيه طيب راح فين وإضافة إلى كده كيف يكون فيه ملاكين من السماء نعم بيقولوا ده حي نعم عن المسيح واذكروا هو أكلمكم نعم أنه أنا حموت وحقوم في اليوم الثالث لا تستقيم هذه الأكذوبة نعم اعتراف الحراس ورشوته الحراس اللي كانوا حرسين القبر المسيح قام لكن جاء الملاك دحرج الحجر ليعلن القيامة نعم فحصل زلزلة الملاك لما جاء دحرج الحجر وزلزلة مقصودة نعم الحراس بقى ارتعبوا في متة وإذا زلزلة عظيمة حدست لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات وراحوا هنا طعم فيك لا ممكن تكملوا الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان فاجتمعوا مع الشيوخ رؤساء الكهنة والتشاور هنعمل عندينا شهود مش مسيحين ولا بيؤمنوا بالمسيحين هم العسكر وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميزه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم يعني هنا اليهود اللي حبوا يقولوا عن المسيح مجدف أثبتوا القيامة راحوا لبلاطوس قالوا له نحن سمعنا أن هذا المضيل يقول أنه سيقوم في اليوم الثالث نعم فلآن لا يأتي تلاميزه ويسرقوه فعايزين نختم الحجر قال لهم أمامكم القبر راح بعثوا بعث معهم جنود وختموا الحجر بختم بلاطوس الروماني نعم حيث أنه أي حاجة هتحصل معناها في حد فتح نعم اللي حصل أنه الجنود قاعدين وحارسين نعم فيأتي ملاك الرب عشان يزحي الحجر نعم فراحوا الحراس شافوا ده فراحوا حكوا خلاص أنتم ما تقولوا كذا تقولوا إحنا كنا نايمين ما تقولوش جاي ملاك ما تقولوش شفنا ملاك نعم ما تقولوش الحجر الدحرج ما تقولوش في زلزلة وإلا حتثبتوا القيامة إنتوا اللي أثبتوا القيامة بأنكم حرستوا القبر عندكم حراس يبقى أن فيش فرصة أي حد يقترب من القبر نعم ختمتوا الحجر يبقى أي حد ما يقدرش يفتح القبر فهم أثبتوا القيامة لكل البشرية أكمل تفضل بعد كذا قام المسيح جمالة كين تبشروا طيب هل التلاميش شافوا المسيح بعد القيامة لازم يا حضرة المستشار أحمد تتابع الكلام ده ونعرف أنه روحك واسعة لكن تتابعوا بمنطق المسيحيين والكتاب المقدس هل تستقيم نظرية شبها لهم حتى الجامة تنفعش ده بمنطق الإنسان بمنطق الإنسان العاقل سيبك من العقيدة بمنطق الإنسان العاقل يمسك التاريخ الطويل ده كله بدءا من النبوات طبعا والحد التحقيق ويقيس شبها لهم ما أعتقدش أنه ممكن يقتنع بها صحيح ولا بمنطق الإنسان اللي أنت بديت بالكلمة دي يعني بعيدا عن الدين الإنسان لا يقبل أنه هذا الإله يخدع صحيح ويقوم بكل الموضوع الكبير صحيح بصراحة يعني عار على هذا الإله يعني ظهور المسيح لتلاميذه بعد قيامته مرات عديدة صعب أن أذكر كل المرات هنا لأنه الوقت اللي عاوز يقرى الإنجيل المقدس بتاعنا في مرقص 16 لوق 24 وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم بعد القيامة بعد ما شفوه بتصلبوا بالدفن فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما با لكم مضطربين ولماذا تخطروا أفكار في قلوبكم انظروا يديا ورجليا في ايه في يديا في ايه في رجليا حضرة المستشار مش ربطوا بحبال لا انظروا يديا ورجليا يشوفوا ايه شوفوا دليل أنه هو نفس الشخص اللي شوفوه مصلوب مش حد تاني مش شبيه هو هو اللي شفتوه مصلوب قادي أسار المسامير بعد القيامة من الموت انظروا يديا ورجليا إني أنا هو ده أنا نفس هو هو جسوني وانظروا ما تفتكروش أنا خيال أو روح فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي اسمع بقى الحتة دي حلوة زي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه وقال لهم هذا هو الكلام بيذكرهم كمان مرة مش بس الملائكة الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير كل النبوءات في التوراة في الأنبياء في المزامير حين يزن فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث إيه الروعة دي؟ إيه الجمال ده؟ علشان كده أنتوا عنديكوا نص يتيم في القرآن وإنتوا فاكرين أنكم تتعاملوا مع الكتاب المقدس بأنه ما هم خدوا المسيح وصلبوا أبداً ما عندناش حاجة يعني نص يتيم كده عندنا الزخم كم هائل من النبوءات والتفاصيل تفاصيل التفاصيل في النبوءات وفي تحقيقها هنا التلميش شافوا مين إن شاء الله إذا كان المصلوب هو الشبيه من الذي قام من الموت والآن يتكلم مع التلميذ ويريهم يديه ورجليه ويقول لهم أنا هو نفسه اللي انتوا شفتوا بيت صلب لا يستقيم العمر أذهب إلى التلميذ وهم بيبشروا استخدموا النبوءات اللي بتتكلم عن القيامة أصوه يبشروا بإيه؟ دول الناس اللي قدموا حياتهم هيقدموا حياتهم إلا لو بناء على أمرين لا ثالث لهم إنهم شافوا نا وأنه عندهم قوة وشجاعة يتكلموا باللي شافوا وده مش ممكن لإنسان طبيعي يواجه الدولة الرومانية ولا يواجه السلطة الدينية في اليهود لو ما عنده قوة من الله نا طلعوا بهذه القوة وبما رأوه شهود عين نا الآن الرسول بطرس ونبوءات القيامة حيقول نبوءات عن القيامة هو بيوعظ في أعمال الرسول الاثنين بيقول لليهود أيها الرجال الإسرائيليون سمعوا هذه الأقوال وفي كلام كتير ترجعوله في أعمال اتنين بعدين بيقول داود يقول فيه جاب النبوة بتاع الداود بيقول إيه كنت أرى الرب أمامي في كل حينين حتى جسدي تكملوا هنا دي نبوءة عن القيامة المسيح بيقول على لسان داود حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا نكمل هنا مع القديس بطرس أهو نكمل أيها الرجال اسمعوا المنطق هيتكلم بمنطق أيها الرجال والإخوة ويسوغوا أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن يعني داود ما بيتكلمش عن نفسه لما يقول أنا حقوم شفتوا المنطق هنا رائع زي يعني داود بيقول أنا جسدي مش حيكون في التراب لا حيكون في قيامة بيقول لهم لا داود انتوا عارفين مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم وهو قبره هناك موجود العازي روح يشوف لكن فإذ كان داود نبيا سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح شوف الروعة والدقة تكلم إزاي أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك أقامه الله يعني اللهوت المتحد به لأنه المسيح قال أنا في الآب والأفية من رأاني فقد رأى الآب هنا نحن شايفين إبداع في هذا التطابق بحزافيره بحروفه زي ما حصل في النبوآت هكذا تمم المسيح هذه النبوآت ولذلك من ضمن الثلاثية التي يقصدها المسيح إنه قال ما جئت لأنقض بل لأكمل فالنبوآت كملت في المسيح وكمل وسمى بهذا الناموس الذي كان في العهد القديم وبعد ذلك صعب أنه أي شخص يأتي ويتكلم عنه مجرد شبه لهم أنه ليس هو المسيح طيب في حدث رهيب جدا الشهيد الأول استفانوس وهو بترجم كان المسيح قام وصعب زي ما هنشوف بعد شوية في الصعود وهو بترجم شاف شاف علانية السماء فتحت وشاف المسيح في السماء ده بترجم ده مش هيقدب ده بيموت دلوقتي من أجل المسيح يعني بيترجم من أجل شهادته عن المسيح أنه الله المتجسد وبيقول له ما نشايفه دلوقتي مش بيلعب يعني ولن يتهاون رؤية الشهيد استفانوس شاف إيه بقى أثناء رجمه وأما هو فشخص إلى السماء وهو منتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسد آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة أرشليم ورجموه والشهود ما لازم يكون فيه شهود عشان يرجموا شهود كذبة خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول اللي هو بولوس نعم بولوس لما كان منطهد الكنيسة بجر رجال ونساء إلى السجون كان حاضر ولذلك ده كان أكبر درس في حياته ورافقه طول حياته أنه كان شاهدا على رجم استفانوس نعم وحين رجم شهيدك نعم كان موجود شاهد صحيح صحيح خلع الشهود ملابسهم عشان يكونوا طبعا عندهم حرية أكثر بدون ملابس ليلقوا الحجارة بقوة على الشهيد استفانوس خلعوا عند رجلي شاب بولوس كان راضي بقتله زي ما بيقول الكتاب فكانوا يرجمون استفانوس هذا العملاق وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة ما أروع هذا العملاق نعم وإذن قال هذا رقضه نعم هذا هو العملاق يعني إذن إحنا بنتكلم دلوقت عشان ما تجرنا حلاوة الشهيد استفانوس خلينا في الأحلى اللي هو المسيح نعم إله استفانوس ورب استفانوس إنه من الذي كان في السماء وشافه استفانوس وهو لا يتكلم هنا عن مجرد يتكلم عن المسيح المصلوب ده هو اللي كان يتكلم كده كيف اضطهدوه بنفس الأصحى نعم وكيف صلبه وكيف قام صعده للسماء فهو ما يتكلم عن مجرد رؤية لكن تسلسل هذا الفكر الرائع صحيح كان عنده خطاب طويل صحيح إذن هذا لا يستقيم مع شبها لهم أيضا خليني أروح للرسول بولوس أيضا ده اللي كان هنا شاهد على رجم استفانوس وراضي هو أيضا حينما لمسه روح المسيح وظهر له المسيح قدم حياته رخيصة نعم وقطعت رأسه من أجل ما رآه ومن أجل عمل الروح القدس فيه نعم فحنشوفه هو كمان وهو بولوس طبعا قبل ما يكون مسيحي هو دارس للشريعة صحيح فريسي ابن فريسي رجل تربى عند أعظم معلمي عصره غمالئيل فما كان هناك أعظم من غمالئيل يدرس للشريعة والناموس نعم فحافظ التوراة وحافظ كل شيء هنا الرسول بولوس ونبوآت عن القيامة شوف معايا كذا أعمال الرسول 13 فقام بولوس وقال أقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها كل سبت بيتقري من النبوآت في المجامع اليهودية تمموها ازاي إذ حكموا عليه على المسيح ومع أنهم لم يجدوا علا واحدة للموت ما عندهم حجة لقتل المسيح طلبوا من بلاطس أن يقتل ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبرين بولوس هنا هو بيتكلم عن الأجزاء دي بيقول أنا بكلمكم عن اللي تسلمت من التلاميذ ومن الرسل أنا بكلمكم عن ذا وبعد كده يقول ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشالين صعد ظهر لناس كثيرة وهنا حيحط تحدي القديس بولوس الذين هم شهوده عند الشعب شهود للمسيح عند الشعب ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأبائنا دا الموعد دا الوعد إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب ويروح يجب نبوآت أيضا في المزمور الثاني عن القيامة أنت بني أنا اليوم ولدتك أعلنتك وتظهر واضحة في رومية 3 اللي عاوز يشوفها يبقى هنا آدي بولوس بيتكلم وبرجع يجب من النبوآت يعني تلاميذ المسيح ورسوله في الكنيسة الأولى وهم بيتكلموا بيشرحوا للناس عندي مستند لليهود دول من كتابهم المقدس نا طيب بيقول أنت بني أنا اليوم ولدتك إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فهكذا قال يرجع للنبوآت إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة ولذلك قال أيضا في مزمور آخر يرجع للنبوآت لعن القيامة لن تدع قدوسك يرى فسادا اللي شفناه من شوية نا لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم زي ما قال من شوية بطرس قبره موجود صحيح ورأى فسادا وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا يبقى هنا بنشوف أن القديس بولوس الفاهم العالم بالشريعة الناموسية نعم يبتدى يجيب من النبوآت ويحط التطابق الكامل مع ما أكمله المسيح في رسالته موت وقيامة وصعود نعم لسه نخلصش الموضوع نذهب إلى رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورينسوس الأصحاح الأول يتكلم عن المسيح بيقول وأنه دفن أسلمكم ما تسلمته وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب نبوآت يعني في نبوآت يتكلم عن اليوم الثالث وأنه ظهر لصفة صفة اللي هو بطرس ثم للإثن عشر للإطناشر وبعد ذلك ظهر ده التحدي هنا بقى دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقي إلى الآن ولكن بعضهم رقدوا اللي ظهر لهم موجودين أكثرهم باقي خمسمائة أكثرهم لو قلنا تلتمية لو عايز حد يسألهم يمشوا يسألهم موجودين يشهدوا بما رأوهم ده التحدي بقى فلو كان هذا الكلام في قرنه في عصره كلام غلط كان كثير من الناس صلعوا قالوا أنت بتكتب أي كلام لا يستطيع لأنه في على أقل تقدير غير التلاميذ وغير الرسل السبعين وغير العزراء مريم وغير المقربين زي مريم المجدلية وغيره في 300 شخص لسه عايش يقدر يشهد أنه شاف المسيح ده على أقل تقدير نعم ثم يكمل ويقول وبعد ذلك ظهر ليعقوب يعقوب ده أخو الرب الملقب أخو الرب ثم للرسل أجمعين نعم بعدين يقول بإطداء وآخر الكلي كأنه للسقط ظهر لي أنا آخر الكل نعم آخر الكل في وقته يعني لأنه طبعا مسيح عنده ظهورات كثيرة بعد كده فهنا طبعا بعض الأحباء يقولوا بوليس بيقول ظهر له ما عنده شهود لا عنده شهود وفي سفر أعمال الرسل تلاقي الشهود حنانية ظهر له برضو هناك السيد الرب وقال له سيأتي بولوس لك شاول قال له يا رب ده بقتل أولادك وناسك قال له أنا انتخبته إذن فيه شاهد آخر ظهر له الرب الذي ظهر لبولوس تلاقيه تلاقيه في سفر أعمال الرسل للأصحاح التاسع على ما أتذكر يبقى هنا إحنا عندينا الصلب عدينا على القيامة والقيامة طبعا لا أستطيع أن أنا أجيب في حلقة كل شيء وحتى أنا بقول للعزيز المستشار أحمد ماهر ما قدمت من نبوآت وما قدمت من تحقيق هذه النبوآت ما هو إلا ربما يعني يمكن أحصل أربعين في المئة خمسين في المئة مما هو موجود موجود كثير جدا خلصنا الصلب والقيامة أنا بلفت يعني لافت انتباهي في الموضوع ده الشهود أيو في كل حادثة في كل حاجة في شهود يعني حتى في المسيح هو بيستعلن مجده كان في شهود صحيح في ثلاثة وفي ثلاثة كانوا مرافقين وفي كل معجزة تقريبا بيعملها عنده شهود عنده شهود صح القيامة فيها شهود الصلب عليه شهود الدفن عليه شهود صحيح كل ده في شهود وفي دلائل وفي شخصيات مذكورة بأسمعها في ملايكة وده مش مصدق كله ده كله غلط وده كله تحريف وده كله أي كلام في أي حتة بس بنجي على شخصية محمد اللي هي ما فيش أي شاهد على أي حاجة لا على وحي ولا على جبريل ولا على مثلا الإسراء والمعراج ولا 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 تفضل تعد فيه شاهد واحد واحد صح ما فيه ومع ذلك إحنا مقبولة مطالبين إن إحنا نصدق كمان ونؤمن وإحنا يعني عميان صحيح بدون سؤال طب إيه 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 الكيل بمكيلين ده ده إيه ده علشان كده الذين عملوا أعملوا عقولهم في الإسلام لم يبقوا في الإسلام مش ممكن واللي نعم حبي يدور عن الحقيقة وجدها في المسيح نعم في الكتاب بصراحة كل شيء مترابط وأنا هنا أحدد كلامي هذا الترابط الرائع والانسجام التام بينما قيل عن المسيح في النبوآت وتحقيقه وزي ما أنت ذكرت شهود في كل مرحلة صحيح بعدين إحنا نتكلم عن التفاصيل صحيح يعني يقول ما قتلوا ما صلبوا لكن شب أهلهم فين في أي مدينة في أي بلد يقول لك مش مهم إزاي مش مهم ده حتى الشبيه ده مين الشبيه طيب إذا كان في حد صحيح هم مختلفين مش عارفين مين الشبيه أصلا نعم أو أذهب إلى مرحلة أخرى إذا أنت تغاضيت عن كل ده ماذا عن رؤية التلاميذ والمسيح أمامهم يصعب نعم هذه شهود صحود صعود المسيح للسماء لوقع 24 وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له للمسيح يقول لك أين قال المسيح أنا الله عبدونه في كل مرحلة سجد له الآخرون قبل المسيح هذا السجود ورجعوا إلى أوروشاليم بفرح عظيم هنا عندنا شافوه وصاعد قدامه نعم أعمال الرسل واحد جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختاروا الذين أراهم نفسه أراهم أيضا نفسه حيا بعد الموت ببراهين كثيرة ده كله ده كلام لكن ما تقل لنا إيه هي لكن علشان لو تقل حيكون كثير جدا بعدما تألمه ويظهر لهم أربعين يوما أربعين يوم بعد القيامة نعم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشاليم بل ينتظر موعد الآبا الذي سمعتمه منه دهنجيل بعد شوية ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا ذو الملايكة أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء يبقى إذاً دلوقتي أنت عندك مشكلة أخرى دي حتفهمها إزاي أو حتحللها إزاي إنه المسيح اللي كان مع التلاميذ وشافوه بيتصلب ودفنوه وبعد الدفن ظهر لهم واتكلم عن القيامة هو وقال لهم أنا أصلاً كلمتكم مني حموت وأقوم وبعد كده بعد القيامة دلوقتي وهم شايفينه صعد للسماء قدام عيونه نعم كيف ستجعل نظرية شبها لهم تستقيم وتثبت وتقف أمام هذه الأمور نعم لا يمكن صحيح في أعمال الرسل الثنين فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك وزا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم تبصرونه لأن داود لم يصعد إلى السموات يعني هنا بتكلم عن يسوع اللي صعد للسماء نعم على لسان داود قيلة النبوءة نعم بس بيقولهم داود ما صعد نعم يعني داود بتكلم بروح النبوء عن المسيح نعم داود كان بيقول إيه قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع عداءك موطئاً لقدميك هذه الروعة هذا التكامل والانسجام داود ألف سنة قبل المسيح يتكلم عن صعود المسيح وجلوسه في يمين العظم في الأعالي يعني مركز القوة والعمل بعد الصلب اللي تكلم عنه داود برضو وبعد المسامير اللي تكلم عنه داود وبعد اقتسموا سياب بينهم وعلى اللباس ألقوا قراء تكلم عنه داود كل دا أنا مش هكرر تاني كل مرة أنها تسقط نظرية شبها لهم نعم صحيح وعد المسيح التلاميذ بأنه خليكم في أرشاليم لا تبرحوا أرشاليم لحد ما يحل عليكم الباراقليت الروح القدس بعد عشر أيام بس حل الباراقليت الروح القدس على التلاميذ في أرشاليم هذه وعد المسيح لتلاميذه بإرسال الباراقليت الروح القدس المعزي اللي للأسف المسلمين بيتمسحوا بي مش هينفعكم لأن المسيح أرسل الباراقليت يحنى 16 لكني أقول لكم دا قبل الصلب وقبل أي شيء بيوعد التلاميذ إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبتوا أرسله إليكم أعمال الرسل واحد وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرح أرشاليم بل ينتظر موعد الآب الذي سمعتمه مني لأن يحنى عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير عشرة أيام فقط حقق المسيح وعده مش 600 سنة مش 600 سنة لا أعمال الرسل اتنين حل الروح القدس على التلاميذ الباراقليت ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما منه بريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس كما أعطاهم الروح أن ينطقوا فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم إيه اللي حصل ده الناس مش فاهمة نعم أي حلول الروح القدس ده رجعهم للنبوة حتى حلول الروح القدس هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيخكم ويحلم شيخكم أحلاما على عبيدي أيضا وعلى العبيد أيضا وعلى الإيماء أسكب روحي في تلك الأيام يعني الروح القدس حل على التلاميذ حسب مواعده من المسيح وأتاري دي نبوة موجودة في يؤيل وطبعا فيه نبوات غيرها عن الروح القدس لكن دي دلوقت المباشرة في هذا الحدث كيف يستقيم شبها لهم أصف هي زي ما أنا ذكرت في البداية الموضوع مش أن المسيح تصلب خلص في آية أو في كلمة حاول صلب المسيح لأنه تدار رقن أساسي وعقيدة أساسية في الكتاب المقدس بعهديه بالمناسبة القديم والجديد طيب تلاميذ دولي لو افترضنا أنهم مخدوعين وشبها لهم وما فيش لا صلب ولا موت ولا قيامة والمسيح زي ما بيقول القرآن رفع وشبها لهم أنهم شفوه صاعد أيوة وشبها لهم صاعد طيب طلعوا عمل المعجزات بأي قوة بقول مين خلاص هم مخدوعين إزاي حيكون عندهم قوة إلهية الناس مخدوعين بيتبشروا بكلام غلط ببشروا بكلام كاذب لم يحدث هذه عمل الروح القدس في الرسل في الكنيسة الأولى أعمال الرسل ثلاثة صعد بطرس ويحنى معا إلى الهيكل كانوا مشين دخلين الهيكل وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل يتحط على الباب بتاع الهيكل يأخذ عطية يعني بيشحت كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل الباب ده اسمه كذا ليسأل صدق من الذين يدخلون الهيكل بص البطرس مستني يدوه حاجة فقال بطرس ليس لي فدى ولا ذهب ولكن الذي لي أعظم من الفدى والذهب فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وأمسكه بيده اليمنى وأقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله عمل المعجزة دي إزاي إزاي واحد من بطن أمه أعرج يمسكه بيده وقول له باسم يسوع المسيح قم يقم ده الروح القدس روح المسيح حصل إيه بقى وأبصره جميع الشعب مش معجزة في الخفاء بالليل معجزة معلنة فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له فلما رأى بطر الزالك شفي الرسل كانوا رائعين إزاي أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيلي هنا ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي إن إله إبراهيم إسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه وأنتم وأنكرتموه رئيس الحياة اللي هو المسيح قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك وبالإيمان باسمه شدد اسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم أنتوا فاكرين بتقوانا ببر عملنا كذا لا ورحم رجعهم ده المسيح اللي أنتوا صلبتوه بس قام من الموت نعم وباسمه تعمل هذه المعجزات إلى اليوم باسم المسيح يعني أنت لو تغاضيت عن كل شيء طب دول عملوا القوة دي بإيه المعجزات دي صحيح وهم بيعلن أن القوة دي باسم يسوع الذي صلب وقام من بين الأموات وسكب روحه القدوس عليهم أعمال الرسل أنا قربت أخلص تمانية فلوبوس واحد من المبشرين فانحدر فلوبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح وكان الجموع يصغون بنفس واحدة لما يقوله فلوبوس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا بأي قوة نعم بقوة المسيح وباسم المسيح المصلوبة القائمة الدايس على الموت ما تخسرش عزيز المسلم الحياة الأبدية يمكن ده إحكام طيب إحكام الخطة كمان يعني ده هم يعملوا معجزات عشان الناس تصدق الخطة طيب هو عايزهم يصدقوا طيب هو عملها ليه؟ هو ماكر طيب الماكر ده الماكر يواصل للآخر يفضل يديهم بقى معجزات عشان الناس تصدق أنه علشان كده صعب صعب أنه يواصل في كل ده ماكر 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 ويمكرون ويمكر الله والله خير وعشان مافيش هدف يعني أنت في النهاية طيب إيه الهدف؟ كل ده كل اللي حاصل ده إيه الهدف؟ بسم بلناس ما ده سؤال حلو جدا برافو عليكي صح أنا ما ناقشت الحت دي إزاي صح كل ده كل التضليل ده إيه الهدف منك؟ هدفه إيه؟ يعني ليه أنت بتضل البشرية دي كلها هذا الإله الغريب علشان إيه؟ ولا إدى كرامة لعيسى مثلا ما إدهوش أي كرامة لأنه إنت سيبته 600 سنة بلوكو اسمه ودهت صلب إحنا صلبناه وعملنا فيه وسوينا فيه وتيجي بعد 600 سنة يا جماعة ده ما تصلبش بس أنتو مش واخدين بالكم مش واخدين بالكم بس إيه ده؟ أنا عايز أقاطع هنا أنه أنه مجد المسيح أنه ليس فقط صلب ولكنه قيامة من هذا الموت ده المجد اللي ما عايزه الشيطان الشيطان عايز الناس تقعد بدون حياة بدون فداء صحي عشان كده المسيح لو جه وترفع طب هو جه يعمل ايه؟ ما قيمة أنه المسيح يأتي ويولد بهذه الطريقة الفريدة يدخل إلى عالمنا بطريقة فريدة ويخرج من عالمنا بطريقة فريدة ممتاز من الذي قدمه المسيح؟ جاء يعمل ايه يعني؟ هو علشان نبي لمجرد أنه نبي يولد بهذه الطريقة ويغادر الأرض بهذه الطريقة فالأنبياء مش كده بصراحة ما في نبي تولد بهذه الطريقة على الإطلاق ليه؟ وكيف يعني ده إلي اللي صاعد للسماء كان تلميزه شايفه قدامه وهو صاعد للسماء كيف ما في واحد يشوف عيسى وهو صاعد للسماء وده في ناس هتؤمن به وهيضل كل الملايين بيه نعم نعم أروح لأعمال الرسل 19 تفضل وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة من اللي بيعمل؟ الله نعم طب بولوس ده كان بينادب ايه؟ بالمسيح المسلوب القائم هو المسيح الموعود به في الكتب اليهودية نعم ولذلك بولوس الذي كان يقبل على يديه من اليهود طريب لأنه بدأ يبشر بما يؤمن به المسيحيون نعم فليه يترك مركزه الاجتماعي والديني نعم علشان ايه ما يضحي ليه بده نعم بيقول ما كان لي ربحان فقد حسبته من أجل المسيح نعم خسارة نعم حسب كل شيء خسارة من أجل المسيح طيب ايه اللي كان بيحصل غير المعتادة ليه لأنه بيقول لك حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآذر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرجوا الأرواح الشريرة منهم مم بقى إذن إحنا لو قلنا الصلب كان تشبيها نعم حنود نبوءات الصلب فين إلا نرجع نحلها بالطريقة بتاعتك أنه أتاري هذا الإله الماكر كان متآمر من زمان نعم وبيخدع الأنبياء حتى الأنبياء يعني هو خادع الأنبياء الأنبياء كانوا منتظرين مجيء المسيح صحيح خداعهم بنبوءات كاذبة صحيح إذاً هذا الإله موضوع شبها لهم ده هيجرنا لبحر من الأكاذيب كبير جدا صحيح وأنا أكون أمين معك وأشهد بذلك أنه أنا ما بصيت لها بالحجم ده إلا بعد ما أنت دلوقتي من شوية ذكرت موضوع أنه طيب يجبها وشبه للأنبياء أيضا إذن دلوقتي إحنا قدام بحر كبير من الأكاذيب لم يعد شبها لهم مجرد موقف على الصليب صحيح لا ده شبها لهم عيسى اشترك طبعا مش المسيح نعم عيسى اشترك وقال لتلاميذي كلاما كاذبا نعم أنا حاتصليب وحمود وحقوم نعم ومن قبله الأنبياء كلهم في هذا البحر الكبير نعم نطقوا بنبوآت كاذبة شبهها أعطاها لهم هذا الإله المشبه نعم ليقولوا كلاما كاذبا عن المسيح نعم وهم نفسهم ينتظروا مجيء المسيح صحيح والواحد عينه على المسيح اللي جاي نعم لأنهم من بعيد نظروها وحيوها نعم ومنتظرينها والكتاب بيقول كده طيب أنا عندي أنبياء أرض الله بالتاريخ الطويل بتاعهم وكانوا منتظرين المسيح وقالوا نبوات وعندي واحد هنا متفرد طبعا ومنفرد بحطة التشبيه وده اللي أنا يعني اتكلمت في المقدمة إنه إسلاميا كتب الإسلامية بتوصفه بأنه جاهل وإنه أمي وإنه ما بيعرفش أي حاجة حتى القرآن نفسه بيقول عنه أنه ما بيعرفش أي حاجة كان عن الكتب الكتب المقدسة وما بيعرفش لغات حتى يعني طبعا لغات الناس اللي موجودين في المحلية في الجزيرة العربية هي غير العربية لا بيسمع الشعر ولا بيتكلم فيه ولا فاهم أي حاجة فإحنا معلش أنا آسف أن أنا أقول كده يعني قدام مسخ يعني أحباء المسلمين بيقدموا لنا مسخ اسمه محمد لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيفهم ولا عارف كتب ولا عارف أي حاجة وجايب لنا آية وإحنا نسيب كل ده ونجي نمسك ده ونصدق إحنا للمفروض تعرفي الطرح ده حلو جدا اللي انت طرحتيه خاصة للأحباء المسلمين اللي هما ما عندهمش فكرة عن الكتاب المقدس لأنه هو المسلم فاكر أنه العقيدة هي صلب طيب دلوقتي قدام هذا الزخم اللي احنا جبناه وده ده حلقة من ثلاثة والثلاثة ما أظنش عملنا أربعين في المئة من الأوجود صحيح 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 ولا أربعين ما حصل نعم فكيف أنت أنت ما عارف ما عندك أي فكرة وحياتك الأبدية الضيعة له عشان كذا المسلمون الذين رجعوا وكانوا بيدوروا بيبحثوا عن الحق أرشدوا إلى الحق بنعمة الله وعرفوا الحق واتبعوا المسيح الطريق والحق والحياة كل شيء في المسيحية متكامل ويزكي بعضه بعضا نعم زي ما شفنا دلوقتي نبوة بتتقال بنشوف تحقيقة صحيح وفيه شهود ليها صحيح ففكرة شبها لهم دية فكرة بائسة سازجة لا يمكن أنها تقف أمام هذا التيار الضخم الجارف من النبوءات إلا لو كان زي ما أنت ذكرتي إحنا قدام إله عمل أكاذيب متعددة لأنه تدلوقتي شبها لهم دي معناها زي ما قالت فدو من شوية شبها إذن بكلام باطل للأنبياء عبر تاريخ طويل بداية من موسى بالمناسب لأن موسى تكلم وفي جنة عدن من أيام آدم هناك نبوة عن صلب المسيح نعم نضع عدوة بين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه هتود إزاي فإذن أنت أمام بحر من الأكاذيب لو لو تبنيت شبها لهم عليك بالتالي أن تتبنى كل هذا التاريخ الكاذب من هذا الإله الماكر الذي لا يمكن أن يكون إلها حقيقيا على الإطلاق ده مش إلهنا ولا بنؤمن به ولا هو إلهنا وإلهكم واحد على الإطلاق أكذوبة كبيرة جدا صحيح طيب أنا عايزة أرجع لحتة يعني لازم منها حتة بوليس الرسول إحنا بقيتنا حوالي 3 دقائق القديس بوليس الرسول طبعا متهم بأنه هو اللي حرف المسيح هي عندنا كل التلاميذ يتكلمون عن صلب المسيح وإلهية المسيح وكل شيء عن المسيح وجاء القديس بوليس مشى في نفس الاتجاه صحيح لأنه هو بيعرف الكتب هل القديس بوليس الرسول اللي حورب من اليهود وكانوا حيكتلوا أكتر من مرة ويتهربوا نزلوه بثبت يعني من فوق عشان يهربوه وتحالفوا اليهود ضده وأخيرا طبعا يعني قطعت رأسه زي ما أنت قلت هل ده شخص أولا هل ده شخص فعلا هو محرف للمسيحية فيروحوا اليهود يكتلوا يعني ويتطهدوا بالشكل ده الشيء الثاني إيه الجديد اللي جابه القديس بوليس الرسول وهو ما شف نفس الاتجاه بتاع التلاميذ هو جاب بعدهم صحيح إحنا لو أخذنا رسائل بوليس الرسول كلها على جم سيكون المسيح هو ابن الله سيكون هو المولود في بيت لحم الذي مات وقام وصعد إلى السماء وسيأتيه العقيدة المسيحية حتى بعد بوليس الرسول من طلع كل الرسائل نعم لن يتغير شيء في العقيدة المسيحية نعم حابب أقول لك شيء آخر نعم لو طلعنا الإنجيل من الكتاب المقدس سنجد في النبوآت نعم المسيح نعم هو ابن الله الذي جاء اتصلب نعم مات قام وسيأتي أيضا نعم وصعدة نسى جارينها في مزمور 110 صحيح قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئا لقدميك وده اللي شافه استفانوس استفانوس كويس فلن يتغير شيء لو شن كل العهد الجديد العقيدة مخزونة في العهد القديم جاء نور المسيح طلع التطبيق تطبيق فيه فكان الأصل الذي هذا هو الظل بتاعه نعم جاء بولوس كمل نعم وجاء من بعد بولوس من كملوا أيضا نعم تلاميذ المسيح أيضا هم كملوا نعم فيوحنا تلميذ المسيح ده الحد سنة 95 تقريبا وأكثر نعم فإذا ليس هناك جديد هل شبه هالي بولوس؟ مثلا واللي شبه له ده حتى يعني وإداله وإداله معجزات كمان عشان يعملها لا تستقيم هذه النظرية شكرا لكم الرب يبارك حياتنا وأنا بشكرك كثير جدا تمتعنا جدا 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 بالثلاث حلقات دول بشكركم وبنعمة المسيح صلو لنا طبعا ما تنسوش زي ما احنا بنصلي لكم ونشوفكم في حلقة جديدة